فتيحة من الجزائر تقول يعني هناك مريضة تحتاج إلى زراعة أسنان لكن فكها يعني ما يستطيع الأطباء زرع الأسنان لكون لديها معاناة في الأنسجة العظامية وقالوا لا بد من زراعة عظام أولا ثم اقترح الطبيب بدل عظام الخنزير عظام البقر لكن تقول البقر هذا يؤتى به من بلاد ما نعلم ذبي حتى ذبحا يعني شرعيا أم لا أختي فتيحة بارك الله فيك بالنسبة لي أخذ عظام البقر المذكة عند المسلمين أو المذكة عند أهل الكتاب يكون طاهرا فيجوز استعماله في مثل هذه الحالات ويكفي غلبة الظن فما دام أنه أتى من بلاد هم أهل الكتاب كاليهود والنصارى فيعني ذبائحهم حلال علينا قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم أما إذا أنت تقولين لا هذا البلد يقتلون الحيوارات قتل ولا يذكونها التذكية المعروفة لا ما يجوز ما يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله فيك